عايز اسألك بقى عن نقطة دي لانه طبعا كلنا بنشوف الوجه اللي هو الجلاسي الحلو الشهرة دلوقتي مع السوشل ميديا زي ما بتقول بقى في ناس كتيرة جدا مجرد انها عارفة تطبخ وعارفة يبقى لها ديلز مع الشركات بيبانى ان الموضوع سهل فايه الوجه الاخر للصورة دي هلا انا بالنسبة قالي كلمة شف يعني قائد مثل ما قلت لك اللي هو بدير مطبخ وبدير موظفين بدير عملية كبيرة لشان يطعمي الناس قائد يعني مسؤول يعني انت بتطعمي الناس يعني انت مسؤولة عنهم ما تخليهم يمرضوا ما تطعميهم اكل وحش تكون مسؤولة عن سلامتهم عن صحتهم فالشاف شغلة يعني اسم كبير مش اسم صغير للأسف الناس بتفكر الشاف اللي بطلع على السوشل ميديا ممكن يقدر يفتح مطعم وفي كتير ناس من اصحابي اللي هن المشاهير على السوشل ميديا فتحهم مطعم فشله لانه ما يشغلته لانه هو ممكن يطبخ حلو لشخص لشخصين ممكن يعمل اكل حلو على على الكاميرا بس ما بيعرف يقدم اه لمطعم لانه مطعم مختلف تركيبة تماما مختلفة عن اللي بتشوف فيه بالسوشل ميديا ففي عالم يحرم تنغش بتقولك انه الشاف اللي بطلع على السوشل ميديا هو نفس الشاف اللي بيعمل اكل حلو مش ضروري الميديا والدخلت التلفزيون تعلم شغلات كتيرة انا اتغيرت يعني انا جاي من background chef اشتغلت اكتر من 17-18 سنة في مطاعم ومطابخ لحتى نقلت بعدين على التلفزيون فالتلفزيون غيرني لانه نحن الشافية او الشاف اللي بيشتغلوا في المطاعم نحن ما كتير عنا دائرة اجتماعية حلوة يعني دائما مغلقين على نفسينا بسبب انه دائما المطابخ بتكون خباية بظهر الصالد او تحت في الابو او شي مكان على لما هم يعملوا اكل في المطبخ فدائما السيركل تبعتنا محدودة فمنا كتير اجتماعيين فما منعرف نحكي فانصدمت انا وقت اطلعت من المطبخ للتلفزيون كيف را عدم نفسي فهون كانت مرحلة تانية بحياتي كيف انت تقدري تطالعي اللي بمخيلتك للناس